بسم الله الرحمن الرحيم وكان من كلام الإمام جأفر الصادق عليه السلام حول التفويض إلى الله قال عليه السلام المفوض أمره إلى الله تعالى في راحة الأبد والعيش الدائم الرغض والمفوض حقا هو العالي عن كل همة دون الله تعالى كما قال أمير المؤمنين عليه السلام رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي وقال الله عز وجل في مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب والتفويض خمسة أحرف لكل حرف منها حكم فمن أتى بأحكامه فقد أتى به التاء من تركه التدبير في الدنيا والفاء من فناء كل همة غير الله والواو من وفاء العهد وتصديق الوعد والياء اليأس من نفسك واليقين بربك والضاد من الضمير الصافي لله والضرورة إليه والمفوض لا يصبح إلا سالما من جميع الآفات ولا يمسي إلا معافا بدينه ترجمة نانسي قنقر